السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم عبدالهادي بخاري من شركة بروج العقارية اليوم متواجدين في مشروع ما بين مرمرة في منطقة ياقبلو في بيلكتوزو هذا المشروع جماعا الذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع ويتكون من فقط 224 وحدة سكنية عبارة عن 6 أبراج في منطقة جميلة وراقية تعالوا معنا نشوف الشرح على المجسم ومن ثم ننتقل إلى شقة نموذج والتصوير الجوي خلوكم معنا طيب تفضل السادة سارة حكينا شوي عن موقع المشروع عن تفاصيل المشروع تمام اسم مشروعنا ما بين مرمرة واقع بمنطقة الياكو بلو مرمرة مهلسة بمنطقة البيلكتوزو اللي هي منطقة جدا بتعتبر مناسبة وراقية للعائلات أقرب نقطع اللامة علينا اللي هي ويست إستانبول مارينة بتبعد عن المشروع 6 دقايق بالسيارة وطبعا كل ياتنا بنعرف أن الويست إستانبول مارينة هي منطقة جدا معروفة مناسبة عبارة عن سلسلة من الكافيات والمطاعم بالإضافة أنه فتحوا فيها الآن شط خاص للسباحة فبتكون وجهة أساسية للعائلات في نهاية الأسبوع بالنسبة للمواصلات الخاصة بالمشروع خط الباص عنا مقابل المشروع مباشرة وباصات الدولة أيضا تمر من قدامه ومنها بيقدر أي مالك أنه ينزل على أقرب محطة مترو بوس وأقرب محطة مترو اللي هي حاليا الياني بوسنا بالمقابل بالمستقبل بمنطقة الياكو بلو بتبعد عن مشروعنا تقريبا 5 دقايق بالسيارة رح تفتح محطة مترو اللي هي محطة الياكو بلو وفيها كمان بيقدر أي شخص أنه هو يتنقل بالمنطقة أو حتى ينزل لقلب المدينة بمدة أقل جميل إحنا في منطقة بيليك دوزوف في ياكو بلو ياكو بلو بيليك دوزوف طيب أقرب مول موجود في المنطقة أقرب مول علينا اللي هو التوريوم هو ثلاثة كيلومتر عن المشروع جميل بالإضافة عنا مارمارا بارك اللي هو أربع ونصف كيلومتر وعننا ميغروس متواجد هون عنا خمسة كيلومتر بارليبستا آبيمة هلأ في ميزة كتير حلوة بالمشروع أنه كل باصات المولات بتعدي من قدام المشروع مباشرة بشكل مجاني في أوقات معينة فأي شخص ساكن عنا بالمشروع ممكن يعرف أوقات الباصات ويأخذ الباص وينزل على المولات مباشرة وهي ميزة جدا حلوة متواجدة بمشروعنا غير متواجدة بالمشاريع الثانية أيضا عنا بالمنطقة إذا ما أحب حتى ينزل للمولات ممكن يقضي كل أموره من خلال المراكز التجارية الموجودة عنا تقريبا من 200 إلى 300 محل تجاري متواجد في منطقة المشروع بالإضافة للماركت الفيلر اللي هو أصلا جزء من مشروعنا ما بين مرمرة طيب بالنسبة للمطار كم يبعد المشروع عن المطار؟ تقريبا بيبعد 55 دقيقة عن المشروع طبعا في نقطة أنا كتير حابة إسكرة خاصة بالمشروع كتير بتهم العائلات اللي هي موضوع المدارس دائما العائلات بتحب تسكن بمنطقة يكون فيها المدارس متوافرة لأولادها وهذا الشيء نحن متواجد عنا بالمشروع عنا من 30 إلى 40 مدرسة ما بين حكومية وخاصة في منطقة المشروع عنا مدارس انترناشنال التعليم فيها باللغة الإنجليزية كامبرج وأيضا عنا مدارس حكومية التعليم فيها باللغة التركية بالإضافة لمدارس خاصة التعليم فيها باللغة التركية والإنجليزية بنفس الوقت فما في أي مشكلة بالنسبة لموضوع المدارس أيضا عنا موضوع المشافئ عنا البيرينجي هستاني بتبعد عن المشروع 10 دقايق بالسيارة عنا كمان هون ميدي لايف هستاني عنا كمان هون الباليك دزول هي المشفى الحكومي كمان قريبة بمنطقة المشروع فهي أهم الأشياء الموجودة بمشروعنا كتير بيجينا أسئلة عن التفكير المستقبلي أو شو هيصير بهاي المنطقة بالمستقبل منطقة مشروعي عنا القنال مائية كنال إسطنبول اللي رح تفتحها تعمل حركة تجارية جدا واسعة بمنطقة المشروع بالنسبة للموانئ التجارية أيضا عنا التكسي البحري اللي متواجد هون حيحرك المنطقة وحيسهل على الساكنين بهذه المنطقة أنهم يتنقلوا بقلب المدينة بتوقيت أقل وازدحام أقل فهي كل شي بخص مشروع ما بين مرمر جميل إذن تقدر تشرحينا على المجسم إذا تحبي أفضل أول شي مشروع مبني على مساحة 20 ألف متر مربع 80% من المساحة الكلي رهي وهي مساحة الأرض هي مساحة خضراء ما بين جول مشروع وحوالينه أيضا عنا طلالة بحرية متواجدة بالمشروع من الطابق الثالث وما فوق من الطابق الثالث وفوق طلالة بحرية جميل جدا بالنسبة للخدمات الموجودة في المشروع الخدمات الموجودة بالمشروع متواجدة في الطابق الأرضي عنا 2 مسابح مغلقة منفصلة رجال عن نساء عنا 2 ساونة عنا 2 حمامات ملح 2 حمامات تركي بالإضافة لجيم متواجد هون أيضاً كمان جيم مخصص للنساء وواحد للرجال بالإضافة أنه نحن عنا مكتبة كبيرة موجودة هون بالقسم الأمامي عنا مكاتب للعمل في حال أي رب أسرى حب أنه هو ينزل وياخد وقته الخاص بالشغل في هاي المنطقة بالإضافة لملاعب أطفال داخلية وخارجية عنا منطقة المشروع هذا الخضار رح يكون عبارة عن حديقة ترابية رح ينمو فيها الشجر بشكل طبيعي بالإضافة لبحيرة صناعية على امتداد 500 متر مربع رح يحطوا فيها سمك وبط ووز بحيث أنه يكون المنظر الداخلي للمشروع جداً جميل بالإضافة إلى الأعدات العائلية وممرات الرياضة طيب بالنسبة للتجاري المحلات التجارية بالنسبة للبلوك التجاري هو عبارة عن 21 محل تجاري معروض للبيع المحلات التجارية هي كمان بالأخير رح يختاروها بطريقة أنه هي تخدم على المشروع وتخدم على المنطقة بالإضافة أنه عندنا هذا الكورنر أو هاي الزاوية من المبنى التجاري مأخد بالكامل لفيلة ماركت اللي هو فيهم ياخدوا الحاجات اليومية للمنزل منه بدون ما يتعذبوا وياخدوا سيارة يطلعوا بريرات المشروع الوحدات المتوفرة غرفتين وصالة عندنا الوحدات السكنية هي من الغرفتين وصالة للخمسة وصالة كل بلوك طبعاً عبارة عن تسط طوابع وكل طابع عبارة عن شأتين بس مشروعنا هو بوتيك بروجيكت مبني على مبدأ الخصوصية بالكامل وتوفير الخصوصية بالنسبة للعائلات فعنا هذول البلوكات يبعدوا 75 بالمتر عن هذول البلوكات وبالتالي ما عنا كشف أو عنا التصاق بين الأبنية في نقطة كثير مهمة يحب إليك إياها أنه ورا المشروع مباشرة حديقة البلدية لياكوبلو هاي الحديقة كمان عبارة عن مقاهي وكفيهات بالإضافة لأعدات عائلية ومطارح حتى للباربيكيو والشوي فحتى فيهم أنه هنن يعملوا تور صغيرة بر المشروع ويروحوا على خضاء متواجد خلف المشروع جميل جداً الله أعطيك العافية وشكراً لك الله يعافيك ننتقل إلى شقة نموذج خلوكم معنا وصلنا الآن للشقة نموذج هذه الشقة جماعة أربعة غرف الصالة 215 متر مربع زي ما تشايفين أول ما ندخل مساحة كويسة عندنا الأرضية سراميك 120 في 60 ألوان متناسقة جداً مع أنواع مع ألوان الجدران عندنا هنا الانترفون في يد يمي مباشرة تعالوا معنا ونشوفوا المطبخ شوفوا الأبواب ما شاء الله تصميمها ممتاز جداً ألوان متناسقة المطبخ طبعاً زي ما تشايفين بما أنها شقة نموذج لكن يسلمونها بالطريقة هذه الدواليب دواليب جداً جميلة فيها نظام المكابح زي ما تشايفين أيضاً من ضمن الشقة يسلمون طقم الفرن فرن من ماركة سيمينز المعروفة وعندنا هنا على طول بلاكونا بمساحة واسعة جداً زي ما تشايفين هنا مطلة على الجزء الداخلي للمجمع اللي راح يكون فيه الخدمات بالكامل والبحيرة الصغيرة تعالوا الآن معنا نشوف التفاصيل الباقية للشقة طبعاً بعد ما نخرج من الصالة هنا عندنا الصالة الرئيسية مساحتها ما شاء الله كبيرة جداً مرتبة لون الفاركية متناسق مع ألوان الجدران و مساحة كويسة طبعاً يسلمون مع الشقة مكيف من ماركة سيمينز موجودة مكيف واحد في الصالة عندنا في الطرف هذا في الطرف الهول مساحة برضو واسعة وعندنا أيضاً هذه الدواليب تكون راكبة زي ما تشايفين مقسمة جاهزة وراكبة بتصميم جميل جداً صراحة عندنا هنا دورة المياه الأولى أو البانيو فيها حمام تركي طبعاً في أغلب المشاريع ما تحصلون الحمام تركي هذا المشروع يتميز أنه في حمام تركي نتوجه الآن للغرف قبل ما نروح للغرف عندنا هنا مكان صغير للغسالة ويعتبر كمستودع فضل معنا نشوف الغرفة الأولى هنا عندنا الغرفة الأولى مساحتها ممتازة ثلاثة في أربعة تقريباً لذلك تشايفين وتطلع أيضاً على بلكونة خاصة فيها مساحتها أيضاً جميلة تقريباً مترين ونصف في مترين الآن نتوجه للغرفة الثانية تضل معنا للغرفة الثانية ما شاء الله بواب تصميم جميل عندنا هنا غرفة الأطفال أيضاً مساحة كويسة تقريباً ثلاثة ونصف في أربعة ممكن ترتيبها بالشكل هذا عندنا هنا أيضاً غرفة ثانية زي ما تشايفين قلنا أربعة غرفة صالة طبعاً تصاميم هذه تصاميم جميلة يمكن استعادة بمهندسين ممارنين أو ممكن الشركة هذه ممكن ترتب لكم نفس التصميم هذا عن طريق المهندسين موجودين عندهم نروح لغرفة النوم الرئيسية هذه غرفة النوم الرئيسية جماعة مساحتها ممتازة جداً تقريباً خمسة في أربعة مساحة مميز زي ما تشايفين ما شاء الله التفصيل مميز فالتبديل ملابس خاص بها مركبة الدوليب هذي بالكامل زي ما تشايفين وهذا البانيو الخاص فيها طبعاً كنا معكم في شقة نموذج أربعة غرف صالة 215 متر مربع في مشروع ما بين إسطنبول مرمرة في نهاية الفيديو أحب أشكركم على المتابعة ولا تنسوا أن هذا المشروع مناسب للحصول على الجنسية التركية للأسعار والتفاصيل تواصلوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر تنبيه ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم والتفاصيل والأسعار موجودة أسفل هذا الفيديو كونوا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروج العقارية جمال الدار وأمان الاستثمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر